نختم ببرنامج اليوم هي تصريحات غوارديولا ولاينيكر تصريحات سياسية وليست رياضية تخص غزة وكذلك الظلم الذي يسود العالم ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا أعطينا تصريح الأول لغوارديولا أو لاينيكر بأي منهما تريد أن نبدأ يا عادل تفضل أمين ما يحدث في غزة هو أسوأ شيء رأيته في حياتي وأبكي بشكل منتظم عندما أرى سؤالا للضحايا الأطفال على وسائل التواصل وهناك الكثير من الضغوط على الشخصيات في بريطانيا شوف ركزلي على هذه هناك الكثير من الضغوط على الشخصيات في بريطانيا لكي يلتزموا الصمت لكني لا أستطيع لذلك أنا أحييها صراحة أن غاري لاينيكر هدف كأس العالم 1986 واحد من أحسن اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الإنجليزية تحلى بشجاعة لم يتحلى بها الكثير من اللاعبين ربما سيد فأثم أن هذا التصريح نعم هناك العديد من النجوم المسلمين الذين لم يتحلوا بمثل هذه الشجاعة وعلى رأسهم محمد صلاح من الأولى بمثل هكذا التصريح؟ محمد صلاح أو غاري لاينيكر غاري لاينيكر يبقى إنجليزيا يدين بولائه لإنجلترا والجميع يعلم أن بريطانيا هي التي قدمت فلسطين على لكن لاينيكر عنده الحماية فيه لاينيكر عنده نوع من الحماية في إنجلترا لأنه إنجليزي لو يتفوه محمد صلاح بأي كلمات من هذا النوع سيعملون له الكثير من المشاكل بالعكس كان دابت صريحة محمد كان دابت صريحة محمد صح له المعلومة فقط غالط محمد شوف في أوروبا هناك حدود تتعدها وكانت كونتك ريستيانو رونالدو محمد ينحوك والله غير ينحوك ويقاذوك يقاذوك سواء في المسيرة التاك لسكولك تهمة درت منشيطات المهم يخسروا الكسمات لكن غاري لاينيكر معروف بمثل هكذا تصريحة عمين عنده الشجاعة عنده شجاعة بصحة تعرض العقوبة كانوا طردوه من بي بي سي الله أعلم كان في بي بي سي دار تصريحات هكذا جارئة كانوا طردوه بعد كانت هبة شعبية كبيرة تضمنها مع غاري لاينيكر عودو رجعوه الآن غاري لاينيكر أنا محييه على الشجاعة وحيي تحية إجلال وتقدير على هذه الشجاعة هو غاري لاينيكر أيضا الذي أعتبر ما قام به والتصريح الذي أدل به خطوة شجاعة جدا من مدرب يعلم أنه بمثل هذه الكلمات يضع الكثير على المحك ولو أنه غاري لاينيكر كان أكثر شجاعة وسمى الأمور بمسمياتها ولكن غارديورا أيضا لمح إلى ما يحدث في فلسطين وفي غزة وهذا ما هو مطلوب من الشخصيات العامة هذا ما هو مطلوب من نجوم كرة القدم سواء مدربين أو لعبين أو رؤساء أندية عليهم أن ينتفضوا ضد الظلم عليهم أن يقفوا موقف حق ناطك شيء واحد فقط أنه في إنجلترا أو في بريطانيا هناك حرية أكبر من بعض الدول الأوروبية مثلا هذا الكلام لو تقوله في فرنسا يكون لديك مشاكل كبيرة لكن في بريطانيا حتى في مجلس العموم البريطاني هناك نواب أصدقاء للقضية الفلسطينية قلت لك بأنه عنده نوع من الحماية لأنه إنجليزي مقارنة بمحمد صلاح معنا لا أبرر أبدا الصمت محمد صلاح أحيانا الصمت يمكن اعتباره جريمة محمد صلاح كان يمكن بصوته أن يوصل هذه القضية إلى أكثر مما يوصلها السياسيون ولكنه فضل التزام الصمت ثم عندما تكلم تكلم على استحياء لذلك لا الإخوة في مصر كانوا راضين عن تصريحاته ولا المسلمين في كل أنحاء العالم ولكن غاري ليني كان مثل ما قال بن شابير موقفه يستحق التحية خرج بكل شجاعة شجاعته المعهودة قال تلك الكلمات التي يشعر بها وقال بأني أبكي على تلك الصور التي أشاهدها يوميا كيف يمكن أن أصيغ الجملة لا يمكن أن تتجاهل القضية الفلسطينية حتى لو كانت فيك ذرة من الإنسانية لا يجب أن تكون مسلما أو عربيا أو جارا للفلسطينيين حتى تتضامن معهم ولكن إذا كانت فيك ذرة إنسانية ذرة مروءة يجب أن تتضامن مع هؤلاء الأبطال والشجعان الذين يرتقون كل يوم شهداء ويناضلون ويقاومون في الخط الأمامي نيابة عن هذه الأمة الخاضعة والخانعة محمد أنت تكلمت الحماية لأنه أنجليزي أنا نظر بقضية مبادئ ومواقف يوسف عطال لم يكن في فرنسي لم يكن لديه الحماية وكتكلم تكلم بيب غارديولا مرة الأولى شكولي تكلمت بنته والصحافة تكلمت على بنت بيب غارديولا قالوا كيفاش بنتك يعني تساند غزة قالوا هي حرة في تساند ويش تحب يعني أعطال حق البنته ويش منه حتى القراءة اليوم هو قانت أيضا يساند غزة أنا نحيي حبيت نحيي واحد الإنسان محمد يقوم بعمل جبار هو سفيرت على الجزائر في لونيو عمار بن جماعليا ويدير يعني عمل جبار في لونيو وكان قانت راني نشوف هذه الأسابيع القليلة الناس اللي قادرين يا محمد يحروا غزة هذه الناس هما طلبة الموجودين في الولايات المتحدة وفي فرنسا في ألمانيا في إنجليزيا في إنجليطرا عكس بعد بلدان عربية اللي ما قدرش وما تجراش باش تساند غزة ونشوف هذه الطلبة لهم ربما فيهم مسيحيين فيهم مسلمين فيهم يعني كل ديانة ولكن وقفوا كراجل واحد ضد الكيان السهيوني ورامل ساندوا في غزة تحياتي لهم نعم ونحن نفتخر بمواقف الجزائر في العالم وفي الأمم المتحدة وداخل مجلس الأمر بقيادة الأسد الجزائري عمار بن جامع الذي يصدح صوته في كل مرة نصرة لإخواننا في فلسطين شهدنا الجزائر تتقدم بمشروع داخل مجلس الأمر الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية شهدنا ذلك الفيتو الأمريكي المخزي الجزائر بعد ذلك ذهبت إلى جمعية العامة للأمم المتحدة وكان هناك شغل كبير في الكواليس والحمد لله تم التصويت بالأغلبية الساحقة على منح فلسطين الوضوية الكاملة مع توصيات لمجلس الأمن بإعادة النظر في تلك القضية خاصة ذلك الفيتو الأمريكي الذي يعتبر فيتو عار يعني دولة ضد العالم شيء غير معقول شيء غير ممكن تقبله وتصوره ولكن بإذن الله فلسطين لن تستقل لا في الأمم المتحدة ولا على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطين إن شاء الله ستستقل وسيسترد المسجد الأقصى على أرض الواقع وليس على أرض المواقع أو في الأمم المتحدة مع أن العمل السياسي يبقى عمل مطلوب ومحبذ ويجب أن نكون في كل المستويات في الأرض في الجو في السياسة في كل شيء الكلمة الصادقة محمد عليها نور باب غورديولا أو غاري لينيكر هذه الحقيقة المرة محمد لأي شخص ضد هذه القضية وضد الإنسانية كما تكلمت محمد هو يشوف العكس الأشياء لكن محمد رأنا بموقف ثابت رأنا بموقف الدولة الجزائرية بموقف الإنسانية بموقف كمسلمين الموقف تعنا محمد ثابت من كل الجهات والشعب الجزائري أعيد وأكرر وأقول الشعب الجزائري فخور وفخور وممتن للدولة الجزائرية بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضية القضية الأم وقضيتنا جميعا وحتى تسمية القضية الفلسطينية التي جرت على ألسنتنا يجب أن لا نعود عليها أفواها هنا هي قضيتنا جميعا قضية كل المسلمين لأن المسجد الأقصى ووقف إسلامي مثلما هما الحرماني الشرفان تعدنا قليلا عن الرياضة وقلنا شيئا في السياسة شكرا جزيلا لكم بارك الله فيك أمير